ناس كتير قوي ارقامها محظورة بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده واعتقد بما انك بتشوف الفيديو ده فانت واحد منهم انا النهاردة جاي عرفك ازاي تفك الحظر على الرقم تليفونك المحظور وتستخدم الواتساب بالرقم اللي كان محظور بشكل طبيعي جدا ومن غير اي مشاكل الطريقة ديت انا فكت بها اكتر من الرقم وكل الارقام اتفكت بصراحة كو جميل جدا وشغال 100% تابع معي للنهاية وما تقدمش ولا تجري الفيديو علشان تقدر تستفاد من الفيديو بس في البداية ما تستطيع تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس وركز معي ها ركز معي يا بشرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم احمد خالد النهاردة عرفكم ازاي تفكوا حظر الواتساب زي ما شفت في بداية الفيديو كده بس زي ما قلتلك برضو في بداية الفيديو ما تقدمش الفيديو ولا تجري الفيديو وركز في الشرح عشان تقدر تستفاد ركز في الشرح بالي ايام او اسابيع او شهور كمان ما بنزلش فيديوهات وطبعا ده بسبب شوية حاجات منها العدام الافكار ومنها الاختلاط في مجالات تانية ومنها الانخراط في حياتي المهنية زي شغلي ومشغولياتي بس بازن الله هرجع افضل من الاول وهتشوف تغيير كبير جدا 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 في المحتوى بتاع القناة وفي الفيديوهات اللي جاية المهم اعذروني لو بحط بلورة على الرقم بس علشان خصوصية صاحب الرقم مش اكتر انا مش قصدي ان انا ابقى بخبي حاجة بس هي الفكرة علشان خصوصية صاحب الرقم مش اكتر المهم دوات الرقم المحزور زي ما انت ما شايف كده او دوات الرقم المحزور لما بتيجي دوس على التالي بيقول لك ان رقم هاتفك هذا تم حضره من استخدام وطس ايب الرجاء الاتصال بفريق الدعم للحصول على المساعدة كده الرقم دوات محزور ومش تعرف تفتح به وطس ايب نهي ما تلاقش يعني هنفك الرقم زي ما انت ما شايفت كده الرقم تفك في بداية الفيديو بس علشان تفك الرقم هتحتاج حاجة بسيطة جدا تمام تمام هتحتاج ايه هتحتاج جيميل جديد علشان نفك بيه الرقم المحزور جيميل جديد ما يكونش مبقود منه للدعم قبل كده النهائي جيميل فاضي تماما هتدوس على كلمة انشاء اللي موجودة تحت على الشمال تمام هتلاقي تلات خانات بس اول حاجة الى تاني حاجة الموضوع تالت حاجة انشاء رسالة الكترونية الاكوات طبعا اللي انا هحطها دلوقتي حالا ديت هبقى سايبها لك كلها في الوصف اه في كل حاجة هحطها هنا في المكان ده هبقى سايبها لك في رابط في الوصف هتخش على الرابط دوت وهتلاقي التحميل بتاعها هتحملها وتعمل زي ما انا وهعمل بالزبط الى هنحط البريد بتاع الدعم بتاع الواتساب اللي هو اه اه او العكس العكس تعريبا اه وفي الوصف هتحط الكلمة دي ادي هنا هو بعد كده بعد كده في الوصف هتحط الكلمة دي وبعد كده في الوصف هتحط الكلمة دي وبعد كده في رسالة الالكترونية هتحط الكود اللي انا بقى سايبهولك برضو في الوصف اللي هو الكود دوت وبعد كده هندوس على علامة الرسال اللي موجودة فوق على الشمال علامة السهم اللي موجودة فوق على الشمال علشان نبعت الرسالة للدعم. احنا لسه ما حطناش الرقم. احنا كده لسه ما حطناش الرقم بتاعنا ولا لسه ضفنا الرقم. تحت هنا بيقول لك تم رسال الرسالة. يعني انت كده خلاص بعدت الرسالة للدعم وبدأت ان انت تتواصل مع الدعم علشان يحل لك المشكلة بتاعتك وهي فك حظر الرقم. هيرود عليك برسالة زي ما انت ما شايف كده طبعا انا بسرع الفيديو بس علشان ما طولش عليكم اكتر من كده. هيرود عليك بالرسالة دي. زي ما انت ما شايفها هو. آآ الرسالة دي تعال انترجمها مع بعضين. انا اخدها كوبي كده وانترجمها مع بعض. هنا رسالة دي هي المغزة بتاعها كله بيقول لك ايه بيقول لك اهلا شكرا على رسالتك نحن نتفاهم انك لا تتمكن قد لا تتمكن من الوصول الى الواتساب لتفعيل او لتعجيل طلبك يرجى لفتح الواتساب ادخل رقم هياتفك انقر فوق الدعم او يمكنك الرد على زي الرسالة بكود الدولة. ايه هو كود الدولة? يعني انا مسلا من مصر كود الدولة بتاعتي اللي هو زائد اتنين. كود الدولة بتاعتنا هخش هنا وندوس رد. هندوس على كلمة رد اللي تحت دي. وبعد كده هنيجي نكتب هنا الرقم بتاع التليفون. انا كود الدولة بتاعتي زائد اتنين. فهكتب زائد اتنين. وبعد كده رقم التليفون ازا كان زيره عشرة زيره عدواشر زيرو اتناشر او حتى زيرو خمستاشر اي ان يكون رقم بس كود الدولة في البداية زائد اتنين وهندوس على ارسال بعد كده يقول لك تم ارسال الرسالة هتلاقي الرقم بقى موجود تحت اهو زي ما انت ما شايف الرقم بقى موجود تحت اهو كده احنا ردنا عليهم بالرقم بتاع التليفون هنستنى الرد بتاعهم خلينا برضو نخدش نشوف دلوقتي الرقم هو محزور علشان برضو نتأكد ان الرقم لسه محزور وان الرقم لسه ما اتفكش بس في نهاية الفيديو الرقم هيتفك وتابع برضو الشرح وركز في الشرح وركز في التفاصيل علشان التفاصيل هتفرق جدا معيك دلوقتي مفهود ان الرقم بتاعنا اتفك بس قبل ما نخش نشوف اي حاجة ما نساش لايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد خلينا نخش نجرب مع بعضينا كده هندوس على التالي وبعد كده هندوس على تم زي ما انت ما شايف هوت بيقول لك آآ ستتحقق من رقم الهاتف او سنتحقق من رقم الهاتف هذا رقم الهاتف صحيح او تود تعديله معنا كده ان الرقم اتفك هندوس تم هيبعت لنا الكود اللي هنخش به للواتساب ركز برضو في نهاية الرقم هتلاقي هو هو الرقم انا حاطت باللور علشان بس الخصوصية لصاحب الرقم مش اكتر الرقم اتفك معينا خلينا تبدو خش نشوف البريد بعد ما بعتنا لهم آآ ردوا علينا قالولنا ايه وخلينا برضو نترجم الرسالة بتاعتهم علشان نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه احنا دلوقتي دخلنا اتواصلنا مع البريد قلنا لهم ان احنا عندنا مشكلة والمشكلة هي ان الرقم بتاعنا بتاع الواتس اتحذر وعايزين نفك الحذر عنه وبعد كده من غير حتى طبقا ما نبعت لهم الرقم وبعد كده آآ طلبوا مننا الرقم بالكود بتاعة الدولة انا علشان من مصر قلت لك كود الدولة بتاع مصر زائد اتنين انت آآ على حقيقة يكون الدولة بتاعتك هتحط كود الدولة بتاعتك خلينا ناخد الكلام ده كل كوبي ونروح لترجمه في ترجم الجوبي بعد كده بعتنا لهم الرقم زي ما قلنا آآ ردوا علينا وقالولنا ان هم فكوا الحذر عن الرقم خلينا نشوف هنا هم قالولنا ايه بيقول لك اهلا شكرا على رسالتك قام نظامونا بوضع علامة على علامة على النشاط حسابك باعتباره انتهاك لشروط الخدمة الخاصة بنا وحذر رقم هاتفك نحن نقدر لك بص بالحيطة دي نحن نقدر لك آآ آآ نحن نقدر لك كمستخدم ونعتذر عن اي لابس او ازعاج قد يكون حصل بعد مراجعة نشاط حسابك بص هنا بقى بص الحيطة دي ركز في الحيطة دي كويس او بيقول لك بعد مراجعة نشاط حسابك ازالنا الحذر لذا يجب ان يكون لديك الاية لحق الوصول الى الواتسيب هنا بيعتذرولنا هنا بيقول لك اعتذرولنا هنا بيقول لك نعتذر عن اي لابس او العزعاج قد يكون سبب هذا او يعني فاهم الفكرة ان هم اعتذروا لنا عن اي مشكلة او اي لبس حصل اه في الموضوع ده. هم كده فكرنا هنا الرقم والحد الوقت كده الطريقة اشتغلت اهيت زي ما انت مشايف صوت وصورة مصور لك الطريقة كلها ومصور لك الرقم قبل ما اتفك ومصور لك طبعا الرقم بعد ما اتفك. كده الطريقة شغالة معنا والطريقة شغالة مية في المية. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويا رب بتكون استفعتك من الفيديو. لو انت اول مرة تشوفني ولو انت اول مرة تشوف فيديو ليه على القناة. منساش طبعا تشترك في القناة ومنساش طبعا ان انت تفعل الجرس. وتحط لايك جميل كده وتحط كومينت لازجوز كده برضو. ويا رب الفيديو يكون عجبكم يا رب. باشوفوا تشوفكم بخير في فيديوهات تانية جاية كتير بإذن الله. لو وصلت معي لحد النقطة ديت فمعلش كده اعلان صغير على السريع. لو انت عايز نت الفودافون ببلاش او نت اتصالات ببلاش خش على القناة عندي على اخر فيديوين وهتاخد طريقة ازاي تجيب بيها نت اتصالات ببلاش وازاي تجيب بيها نت فودافون ببلاش. ويا رب برضو الطريقة اتعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.